كلنا بلا استثناء بنمر في حياتنا بظروف أو تقدروا تقولوا كده أزمات فينا اللي بيعرف يواجه الأزمات دي ويتجاوزها وفينا اللي بيفضل واقف شوية عندها بيفضل عيش مكانه متعايش مع الأزمة وناس كتير بيعيشوا متأثرين يعني أديكم أمثلة أن مثلا بعد وفاة أقرب الناس لبعض الناس بياخد وقت طويل أويل غاية لما يتقبلوا فكرة الفقدان نفسه أن الشخص ده ما بقاش موجود في حياتنا شخص بيتعرض لمشكلة مثلا في شغله أو مع أهله ومن كتر ما هو مصدوم نقدر نقول أنه هو في حالة زهول مش عارف يتعامل أو مش عارف يقدم حل لمشكلته وواضح كده أن جسابنا كمان له زاكرة ممكن نلاقي نفس المشكلة بنفس تفاصيلها بتتكرر وعلشان نقدر نواجه أزماتنا ونتجاوزها بإذن الله هنتعلم شوية كده ندرب نفسنا من خلال مدرد التنمية البشرية ومعالج بزاكرة الجسد والوراثة النفسية الأستاذ محمد ذاكرية أستاذ محمد برحب بحضرتك معنا أستاذ محمد الأول حضرتك طبعا مش عايش معنا في مصر أنت عايش في فرنسا يعني هناك شوية وهنا شوية شوية هنا وشوية هو مشاكل البني أدمين واحدة سواء في فرنسا أو في مصر أو أوروبا أو أمريكا أو كده ولا إحنا عندنا في الشرق الأوسط مشاكلنا جاملة شوية هو في العمق في العمق المشاكل واحدة في العمق في العمق المشاكل ليها علاقة بالحرمان ليها علاقة مثلا بالاحتياج ليها علاقة بالتعلق فالعمق إحنا كبشر زي بعض ولكن طبعا كل بلد ممكن يختلف المشكلات شوية عن البلد التالية كالتشر بتبقى أو ثقافة بني أدمين بالضبط والمناخ اللي الناس عايشة فيه يعني مثلا هنا في مصر فيه اجتماعيات عالية جدا فإحنا هنا ما بنعنيش تقريبا من الاجتماعيات ولكن مثلا في مكان زي فرنسا الاجتماعيات تقريبا مش لطيفة يعني هو يوم السبت بالليل يوم لحد بالنهار إحنا خلاص بقى كورونا خلتنا كل العالم ما فيش أي اجتماعيات طيب إحنا النهاردة بدأنا حلقتنا بإزاي تقدر تتغلب على حاجة كنت بتعملها أو مشكلة وجهتها وبتغير من نفسك ولا لأ هلأ درار بداه بذاكرة الجسد يعني فيه ناس تتعلم من أخطائها وتغير من نفسها وفيه ناس بتتوقف قدام المشكلة في زهول وصمت ومهما المشكلة دي اتكررت في حياتها بتاخد نفس الرياكشن أو نفس رد الفعل وعلم في المتبلم يصبح نازي فإيه الحكاية دي يا أستاذ محمد؟ أول أول إحنا ليه المشكلات بتيجي؟ يعني إحنا ليه؟ ليه ما نعيش حياة من غير مشكلة؟ هل ينفع نعيش حياتنا؟ ما بقاش فيه مشاكل خالص؟ الله تبقى حلوة صح؟ لا لأنك إنت لو تعودت على الحلو مش هتحس بتعمل أوكي ماشي؟ فهو إحنا بما أننا في حياة الحلو ده بقى إن شاء الله في الجنة إن شاء الله نكون زهقنا من الوحش بقى ايه مثلا إحنا هنا في الدنيا اللي بناس عليه إن معظم وقتك يكون حلو ومش كل وقتك فإحنا في حياة لازم يبقى فيه تحدي لازم يبقى فيه صدمات لإني ده طبيعي لازم الناس تموت لإني ربنا عز وجل كتب كده جميل؟ فهنا الفكرة في إيه؟ الفكرة إن الأزمات بتيجي عشان حكتين رقم واحد لإني دي طبيعة القون اللي ربنا خلق الدنيا عليها رقم اتنين هي بتيجي علشان تعملك حالة من الارتقاء تعليك من مكانة لمكان أعلى ده الأزمات يعني لما تعلمش من أزمة وبدأ يرتقي بتصرفاته أو بتفكيره هجيله تاني زي قلته هجيله تاني عشان تعلمه عشان تعلمه مرة واثنين وثلاثة لذلك إحنا في الثقافة نقولك الوقاية خيرهم من العلاج آه تمام؟ ليه؟ لأن أنا النهاردة مثلا بتعلق من بنوتة بتتعلق بشاب ويسيبها وبعدين تتعلق باللي بعد واللي بعد حلو؟ طيب هنا التعلق بييجي ليه؟ وبيسيبني الأزمة بتيجي ليه؟ عشان تعلمني أني ما تعلقش طيب لو أنا اتعلمت أني ما تعلقش يبقى كده الصدمة مش هتيجي بالزبط جميل؟ فالصدمة بتيجي ليه؟ الصدمة بتيجي عشان ترتقي بينا من أول الشخص لحد الأسرة لحد المجتمع لحد الدولة لحد البشرية يعني الكرونا ده جاي للعالم عشان يرتقي بيها لمكان أحسن تمام؟ في بعض الناس بقى بتركز على 20% من الشر يعني حد حصل له أزمة خسر فلوسه يركز أن حياته انتهت فيبدأ إيه؟ يفكر غلط فيلاقي نفسه يستلف ويخسر اللي استلفه فبقى عند مكان خسر فلوسه وبقى خسر فلوسه ومديون تمام؟ فالفكرة هنا لا الأزمة جات علشان تعلمك لو أنت قعدت وفكرت مع نفسك اللي هيحصل أنه هيبدأ هنا خلاص أنا مش محتاج أزمة تاني فابدأ 20% الشر اللي أنا شايفهم يبدأوا يتلاشوا واشوف الخير اللي جوه اللي هو 80% اللي جوه الأزمة اللي جوه الأزمة لذلك يعني هم نتعلم في الثقافة الإسلامية على سبيل المثال أن أي حاجة بتحصل بتقول لعله خير جالك خير بتقول الحمد لله جالك شر بتقول الحمد لله رب نازح عني أكبر منه بالزبط كده الجميل بقى أن الدراسات بدأت تتعمل أن في ناس اتجد الدنيا دي وبيفكروا بتفكير أهلهم مش بتفكيرهم هما إزاي بقى؟ يمكن من التربية يعني الأهل زرعوا فيهم حاجات؟ قبل التربية إحنا عندنا حاجة اسمها الوراثة النفسية نعم الوراثة النفسية ده للأمراض لا والاستخدام فعلا؟ أه طبعا يعني مثلا ممكن تلاقي أم الأم دي حصل لها مشاكل في الزواج اتجوزت وانفصلت كذا مرة فرصة إنها تورس ده للبنت بيبقى بنسبة 60% من السلوك ولا جينات؟ جينات هو هنا بيبدأ يتورس أنا هنا ببدأ أعمل إيه الحاجة اللي أنا شفتها الخوف مثلا أو التعلق أو أي إن كان الشعور ده بيتسجل في الدين إيه بتاع الشخص نفسه فيبدأ يدي ليه الطفل اللي جاي ده يدي له من السلوك بتاعه لذلك إحنا كنا بندرس في علم النفس أنا خرج علمها في جامعة القاهرة كنا بندرس في علم النفس يقول لك إيه لو إحنا جبنا واحد والشخص ده اتعلم الموسيقى وكان مخلف ولد قبل ما يتعلم وخلف ولد بعد ما يتعلم إمكانية إن الولد التاني يتعلم الموسيقى هتبع أسرع من الولد الأوليني آه لإن هو تعلم وورسه الجينات بتاع وورسه ده وورسه من سمال استعداد تمام فإحنا كل حتى الإضطرابات النفسية هنقول لك إيه إحنا عندنا استعداد لإن إحنا نورسها إحنا ما ورسنهاش قدم عندنا الاستعداد لده فالبيئة يا إما تحفز ده يا إما توقف ده ما تعتنيش بيه بالظبط فإحنا بناخد من الجدود ومن الأب والأم بعد كده بيبدأ يجينا أنا فتكرت إن ده بيبقى أمراض نفسية يعني مثلا نقول إيه في بعض الأمراض النفسية بتورس الانفصان في الشخصية مش عارفة الشخصية الوسواس القهري هو مش بيورسه بيورس الاستعداد أوكي مش المرض نفسه تمام فهو عشان عنده جينات فيها الاستعداد يعني زي ما كنا نزل في الأحياء كده سائد ومتنحي فهو عنده إيه متنحي ولكن البيئة خلته يتحول من متنحي لسائد فظهر عليه التعب أو ظهر عليه المرض يعني ممكن يكون وارث ده في الجينات مثلا الاكتئاب يكون وارثه وإنه هو بسلوك معين يقدر يتغلب عليه على العامل الوراثي بتاعه ده طبعا طبعا يعني مثلا البيئة تمام يعني البيئة النهاردة أنا حد على سبيل يسال وارث من الأهل التجارب فاشلة في المال حلو ولكن أنا جيت اتربيت مع حد مش مع الأب والأم اتربيت مع حد ذاكي ماليا اللي هيحصل إيه؟ اللي هيحصل إنه ممكن التربية دي تغير الوراثة اللي أنا وراثتها لذلك فيه كتاب حلو جدا اسمه الأب الغني والأب الفقير ماشي الكتاب ده بيتكلم على واحد الأب اللي هو خلفه فقير والأب اللي رباه غني الأب البيولوجي حاجة والأب اللي رباه حاجة الروحاني مثلا حاجة تانية فكان بيعمل مقارنة بين الاتنين وإنه ساعات بيميل للوراثة دي يروح للأب وساعات بيميل للبرمجة اللي أخدها من الأب الروحاني بتاعه الجميل بقى إنه كل ده بيتسجل جوه الجسم يعني مثلا ذاكرة الجسد يقولك في الأزمات على سبيل المثال لو إحنا مرينا بأزمة الأزمة بتبدأ تتسجل جوه في العمق في الجسم مش بس في العقل جوه الجسم نفسه تمام في خلايا الجسم فيبدأ الجسم يعمل حركة زكية جدا يقولك إيه تحب أطلع لك على فترات ولا كبت لك ولا فرغ دلوقتي تمام فنلاقي مثلا حد بيفرغوا وقتي حصل مشكلة عصبي ورح شاتم اللي قدامه بالضبط وفيدل يفرغ يفرغ أو رقدله عارف اللي هو إيه سكت 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 ده الكابت بقى ده الكابت ماشي في الصدمة أنا بكبت أو ممكن إنكار اللي هو حد توفله حد ما يصدقش وينكي لا ده هو عايش بس انتم خبين علي تمام فيبقى جوه ممكن الإنكار ده يفضل مستخب جوه خلايا الاختيار مين اللي بيقرره؟ حسب الصلابة النفسية بتاعت الشخص أوكي في حاجة كمان هل حقيقي فيه أزمات بتتكرر في نفس الوقت وفي نفس السيزن وفي نفس تشابه الأوقات في السنة؟ في علم فرنسي اسمه مارك فرشي كان عمل دراسات كده على بعض الناس فلا أن كل الناس بيحصل عندهم التكرار ولكن في ناس وعيين بدا وناس غير وعيين ففي مثلا حد يقولك أنا مثلا كل سنة مع دخلة رمضان زي الأيام دي يحصل لي كذا في حد يقولك البرمجة بتاعته كده أنا كل مثلا عشرة في الشهر الراتب بيخلص أنا بتهلي ده حالته النفسية بتخليه يصرف كل حاجة قبل العشرة في الشهر بالضبط ما هو حالته بقى مع أنه هو صدق ده فلو جالوا فلوس أكتر برضه هيصرفها قبل يوم عشرة ليه لأنه تسجلت في الجسم فأنا النهاردة رقم واحد ببقى واعي أنا إيه التاريخ اللي بيتكرر معي ماشي في بعض الناس ممكن يبقى عندهم مثلا شهر زي اللي احنا فيه أفريل مثلا يكون سلبي فابدأ بحطت في بالي الشهر ده فإحنا اللي بنجيب السلبية لنفسنا بنستدعي السلبية بالضبط هو جسمي خد على التكرار ليه لأن جسمي بيفكر بمثل شعبي كده بنقوله في مصر اللي نعرفه أحسن من اللي ما نعرفهوش فأنا أجذب لنفسي تكرار سلبي بسيط أحسن ما أجذب حاجة أكبر الجسم بيفكر كده بخاف من الحاجة الجديدة دايما بالضبط لأن دايما يعني حتى في عالي نفسي أقولك الإنسان بيخاف من المجهول ده نخوف رقم واحد فأنا النهاردة خايف مثلا أنا هكرر غلطي وهجيب مثلا هجذب واحد بخيل أفضل أتعالج من ده واجيب مثلا واحد يبقى فيه صفة أنا معرفهوش فيه عنيف مثلا بزرط طبعا ده حاجات العلم كل يوم سبحان الله بيكتشف في النفس البشرية وفي الجسم البشري حاجات ما كانتش تختر لنا على بال أنا بشكر حضرتك شكرا جهيلا وكل سنة وانت طيب وحاجة تيبقى وخير رمضان كريم والله أكرم يا رب خلاص رمضان أيام مسافة أيام مننا إن شاء الله نتمنى أن احنا كل الحاجات اللي بنخاف منها لأ نواجهها بقى وإحنا قلقانين من الحر وصيام لأ حنصوم وحتى لو الدنيا حر فنواجه نفسنا بأي حاجة تقلقنا بعد الفاصل فقرة مختلفة فقرتنا اللي جاية عن الجمال جمال البشرة مع كريم بينكي ودكتور دينا أبو السعود خليكم معنا